أشهد وزير الألام الثقافة والسياحة مؤمر الإرياني بالقرارات التي أصدرها فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية بشأن عادة تشكيل مجلس دارة البنك المركزي اليمني وتكريف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعمل على مراجعة وتقييم كافة أعمال البنك منذ تاريخ نقله ومباشرة عمله من العصمة المؤقتة عدا في سبتمبر 2016 وحتى نهاية العام 2021 وأوضح أن القرارات تدشين لمعركة أعلنها فخامة رئيس الجمهورية في خطابه بالذكرى الرابعة والخمسين للثلاثين من نوفمبر وتأكيده أن الانشغال بقتال ميليش الحوثي المدعومة من إيران لن يثني الدولة عن التصدي لمن يستغل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد لممارسة الفساد وأشار الإيراني إلى أن قرار رئيس الجمهورية تكليف الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة للعمل على مراجعة وتقييم كافة أعمال البنك منذ تاريخ نقله للعاصمة المؤقتة عدا خلال تسعين يوما ورفع تقرير نهائي لرئيس الجمهورية ترجمة لإرادة حقيقية وصلبة وتوجه جاد لمكافحة الفساد مع عقبة المفسدين وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل والرادع وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها وسيتم اتخاذها خلال الأيام القادمة سيكون لها أثر إيجابي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ووقف التلاعب بالعملة الوطنية ترجمة لحرص الرئيس عبد الربو مصور هادي على المضي في نهج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري والعمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والتخفيف من معاناتهم